موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سندرس اليوم المحاضرة الثالثة عشر من امتحان التوبيك واحد وسنبدأ أولا بمعلومات حول موضوع اليوم وماذا سندرس في محاضرة اليوم بالنسبة للاستماع فسندرس في الاستماع تيكي سندرس أولا كيف نتعرف على موضوع النص وكيف نختار هذا الموضوع وثانيا سنتعرف على صيغة المقارنة والتفضيل والاختلاف مثل وسنتعلم أيضا كيف نستخدم صيغة استطاعة القيام بمهارة معينة مثل تحدث اللغات أو الطبخ أو غيرها مثلا يوري هلجو عرايو وغيرها من المصطلحات وأيضا سنتعلم كيفية استخدام الهاتف في التأكد من المشتريات عبر الانترنت أو كلمات خاصة بهذا الموضوع أما بالنسبة للقراءة فسندرس اليوم في القراءة أولا كيف نضع الجملة في المكان أو الموقع المناسب لها من النص وثانيا سندرس تعبير تغيرت حياتي بعد موقف معين مثلا مثل هو وسندرس أيضا اليوم كيف نستخدم مصطلح لحسن الحظ وهو كلمات تعهيني ميدا أو تعهيني وأيضا أخيرا سندرس كي سيغت أصباح أو نتعلم كيف نضيف أصباح إلى الجملة مثل ككه ده دا و كاكه ده دا 다음을 듣고 물음에 답하십시오 여러분, 이쪽으로 오세요 지금 보시는 이것은 옛날 신발인데요 옛날 사람들은 비가 올 때 이 신발을 신었습니다 신발의 앞과 뒤가 바닥보다 높아서 비가 올 때도 발이 물에 젖지 않고요 또 가벼운 나무로 만들었기 때문에 신었을 때 불편하지 않습니다 남자 신발과 여자 신발은 모양이 좀 다른데요 여자 신발은 꽃 그림을 그려서 예쁘게 만들었습니다 다 보셨으면 옆으로 가실까요? إذن الآن نسندرس السؤال الأول السؤال رقم 25 من الإستماع 듣기 أولا 25, 25 여러분, 이쪽으로 오세요 지금 보시는 이것은 옛날 신발인데요 옛날 사람들은 비가 올 때 이 신발을 신었습니다 신발의 앞과 뒤가 바닥보다 높아서 비가 올 때도 발이 물에 젖지 않고요 또 가벼운 나무로 만들었기 때문에 신었을 때 불편하지 않습니다 남자 신발과 여자 신발은 모양이 좀 다른데요 여자 신발은 꽃 그림을 그려서 예쁘게 만들었습니다 다 보셨으면 옆으로 가실까요? إذن هذا هو السؤال أما بالنسبة للسؤال 25 وسؤال 26 أولا قبل أن ندرس السؤالين سنتعلم القواعد المذكورة في هذا النص والقواعد المذكورة في هذا النص هي أولا إيغا بلاس اسم هودا بلاس صفة وهي صيغة المقارنة وسندرسها بعد قليل في مثال ثانيا قواعد قاعدة أت أكيد ديموني لأن ولكن في الصيغة الماضية ثالثا النفي جي أنتا نفي الفعل مثلا بق جي أنتا ها جي أنتا نفي الفعل ورابعا لدينا الإسم بلاس واقوا إيغا جوكم تاردا وهي أيضا صيغة المقارنة أو كيف نعبر عن الاختلاف بين شيئين هذا وهذا مختلفان وسندرسها بعد قليل أيضا بمثال القاعدة التالية كهي ماندلدا يجعله بصيغة معينة أو بطريقة معينة وسندرسها أيضا بعد قليل في مثال وإيكايو هل نفعل كذا أو هل لا فعلنا كذا صيغة اقتراح أيضا أما بالنسبة للكلمات الموجودة في هذا النص فلدينا أولا كلمة ينال قديما شمبل حذاء شنطة لبسة فعل ماضي نستخدمها مع الحذاء فقط بادا الأرض وهي تبللة كابيوون خفيف نامو شجرة فلبيون ها جي أنتا فلبيون هادا وهي غليس مريح مو يان شكل أو ستايل كود كريم شكل رسمة الوردة إنسا تحية سول ميان شرح وشومون طلب فلتاك طلب أيضا شومون طلب للمطعم أو للطعام أو لشيء معين عبر الإنترنت بالانتقال إلى القواعد الأمثلة التي سندرسها حول هذه القواعد أولا كلمة أو أولا قاعدة المقارنة وندرس المثال نامجا كنيوكي يوزا كنيوك بودا كم نيدا عضلات الرجل أكبر من عضلات المرأة أكبر من إثنان إي باجير سيرهالتي ساكيت ديموني هم بكيو أنا سعيد لأنني اشتريتو هذا البنتال عندما كان السعر رخيصا أو عندما كان هناك تنزيلات سيهالتي ساكيت ديموني بفعل ماضي لأنني اشتريتو ثلاثة هذا الأسبوع أنا مشغول جدا لذلك لن أذهب إلى سيول كادي أن سمي دا جي أن تا هنگوك سرمغا ويقو جيني إما شي جوغم تارمي دا واحد وإثنان إي دار دا هنگوك سرمغا ويقوكيني إما شي جوغم تارمي دا تذووك الطعام أو نكات الطعام بالنسبة ل الكوريين والأجانب مختلفة قريلا 언니가 케이크를 생일 선물로 예쁘게 만들어줬다 صناعات لي أختي الكبيرة كيكات عيد الميلاد بشكل جميل 예쁘게 만들어줬다 تاهسميون هل نذهب لتناول الطعام إذا أنهيت كل شي هل لا ذهبنا نعم إذن هذا بالنسبة للأمثلة بالعودة إلى السؤال سنترجم الآن السؤال ترجمة السؤال هي مرشد سياحي يتكلم مع مجموعة من الناس أمامه وهي تقول مرأة أو رجل تقول تفضلوا إلى هذا الاتجاه ما ترونه الآن هو الحذاء القديم لبس الناس القدامى هذا الحذاء عندما نزل المطر مقدمة الحذاء ومؤخرته أعلى من الأرض ولذلك لا تتبلل القدم عندما ينزل المطر وأيضا هو مصنوع من أشجار خفيفة ولذلك ليس متعب شكل هذا الحذاء للرجل والمرأة مختلفان حذاء المرأة مرسوم عليه ورد بشكل جميل إن شاهدتم كل شيء هل لا انتقلنا إلى الجانب الآخر أو لننتقل إلى الجانب الآخر حسنا إذن الآن نرجع مرة أخرى إلى السؤال لدينا سؤال 25 يجب أن نقول ما هي القصة التي يتحدث عنها هذا الموضوع لدينا أربع خيارات الخيار الأول إنسى التحية الخيار الثاني سلميون شرح الخيار الثالث تشومون طلب والخيار الرابع طلب خدمة الإجابة الصحيحة طبعا هي رقم 2 سول ميون شرح لأن هذا شرح لمعلومات حول الحذاء الكوري القديم رقم 26 سنختار الجملة التي توافق ما سمعنا في الاستماع الجملة الأولى يوجد رسم أو رسمة على حذاء الرجل وهذا خطأ لأن الرسمة على حذاء المرأة عندما ندخل الماء يعني عندما نرد مثلا أن نصبح أو ندخل في ماء نلبس هذا الحذاء وهذا خطأ أيضا لأننا نلبسه ولكن إذا نزل المطر لا يتأثر الحذاء ثلاثا 이 심발은 나무로 만들어서 풀 표현합니다 هذا الحذاء مصنوع من أوراق الشجر أو من الشجر لذلك هو ليس مريح وهذا خطأ بالعكس لأنه مصنوع من أوراق الشجر هو مريح رقم 4 이 심발은 أب과 تير دوب게 만들었습니다 مقدمة ومأخيرت هذا الحذاء صنعت بشكل مرتفع قلينا عن الأرض وهذه هي الإجابة الصحيحة إذن 정답 4 ثلاثا ثلاثا 식탁도 만들어 보려고요. 그런 걸 할 줄 알아요? 나는 작은 상자도 못 만드는데. 가구 만드는 곳에 가면 다 가르쳐줘요. 하고 싶으면 같이 가요. 요즘 퇴근 후에 뭐해요? 매일 일찍 나가는 것 같아요? 아, 집 근처 가구 만드는 곳에 가서 책상을 만들고 있어요. 책상이요? 책상을 사지 않고 만들어요? 네, 좀 큰 책상을 갖고 싶어서 시작했는데 아주 재밌어요. 그래서 다음에는 식탁도 만들어 보려고요. 그런 걸 할 줄 알아요? 나는 작은 상자도 못 만드는데. 가구 만드는 곳에 가면 다 가르쳐줘요. 하고 싶으면 같이 가요. 나암, هذا هو السؤال. الآن ننتقل للقواعد المذكورة في هذا السؤال. بالنسبة للقواعد, القواعد الأولى اسم plus هو بعد plus اسم بعد الأكل بعد الدراسة بعد العمل القاعدة الثانية dengo katta يبدو أنك أو يبدو أن القاعدة الثالثة ku itta haku itta mu ku itta يفعل شيء بشكل مستمر مثل ing باللغة الإنجليزية مثلا tul al da hal tul al da يستطيع أن يفعل شيء معين وهي الطريقة أو قاعدة نستخدمها لإتقان مهارة معينة. مثل تحدث لغة أو طبخ أو أي مهارة. القاعدة الثالية du mutta da mum mandl da أنا لا أستطيع أن أفعل هذا أيضا مثلا yuridu mutta da يعني باللغة العربية ممكن نقول أنني حتى هذا لا أستطيع أن أفعله. القاعدة الأخيرة ege mandro juda yasnau li yasnau li أما بالنسبة للكلمات المذكورة في هذا النص فلدينا أولا كلمة kago asath ilcik مبكرا tegan يخرج من العمل chek sang مكتب kakku shibta أريد أن أحصل على shijakada bada shikta taawila taam sangja sunduk kar chujuda يعلم kuru da يختار pangbob طريقة هذه الكلمات المذكورة في السؤال. الآن ندرس بعض الأمثلة على هذه القواعد وهذه الكلمات. المثال الأول taikkun taikkun huwe undung haru gomnida adhaabu هل يمكنك التحدث باللغة الكورية؟ هنجوغو دو بطاننده هنجوغ هساسا أتوكه تشيبهسا요؟ كيف توظفت في شريكا كوريا مع أنك حتى اللغة الكورية لا تستطيع أن تتكلمها؟ هنجوغو دو بطاننده أونال أوني سنجيري را أوني يعي كايكر اللغة ماندرجو دا صنعت لي أختي كعكا أو كايكة عيد الميلاد لأن اليوم هو عيد ميلادها إذن هذه بالنسبة لكلمات أو أمثلة على هذا السؤال وقواعده بالعودة للسؤال لدينا سؤال رقم 27 عن ماذا يتحدث الشخصين؟ أولاً المكان الذي نشتري منه الأثاث خطأ ثانياً موعد الخروج من الشركة خطأ أيضاً ثلاثاً ماذا تفعل بعد أو الشيء الذي يفعله هذا الشخص بعد إنهاء العمل طريقة اختيار الأثاث والإجابة الصحيحة هي رقم 3 ماذا تفعل بعد العمل؟ إذن ثلاثاً رقم 28 سنختار الجملة التي تتوافق مع ما سمعنا المرأة تصنع مكتب في البيت خطأ لأنها تصنعه في شركة ثانياً نمجاناً الرجل يعرف كيف نصنع المكتب وهذا خطأ لأنه قال أنه لا يعرف وسألها أكثر من سؤال وقال أنه لا يستطيع حتى أن يصنع صندوق إذن لا يعرف ثلاثاً مثلاً الرجل يعرفي الثلاثاً إذن الأمر الرجل يعرفي ثلاثاً الرجل يعرفي الثلاثاً الرجل الرجل 전화 드렸습니다. 네, 연락하려고 했는데 주문한 그릇이 왜 이렇게 안 와요? 원하시는 색깔이 가게에 없어서 공장에 주문을 했는데요. 생각보다 늦어져서요. 죄송합니다. 그래요? 그럼 언제쯤 받을 수 있어요? 내일 보낼 거니까 모레쯤은 도착할 겁니다. 네, 알겠습니다. 안녕하세요. 여기 행복마트인데요. 지난주에 주문한 그릇 때문에 전화 드렸습니다. 네, 연락하려고 했는데 주문한 그릇이 왜 이렇게 안 와요? 원하시는 색깔이 가게에 없어서 공장에 주문을 했는데요. 생각보다 늦어서요. 죄송합니다. 그래요? 그럼 언제쯤 받을 수 있어요? 내일 보낼 거니까 모레쯤은 도착할 겁니다. 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 아악.. قاعد هذا السؤال حوار الآن الحوار بين شخص موظف في محافي مارت وبين المرأة أولا القاعدة الأولى اتصلت بسبب كذا ثانيا أكثر مما توقعت مثلا أجمل مما توقعت أصعب مما توقعت ونستخدم هذه القاعدة كثيرا القاعدة الثالثة لأنني مثلا سأتصل بك لذلك يوجد دائما بعد هذه القاعدة صفة أو تصرف معين يجب أن تقوم به مثلا صورك حمين تانا هل كونيكا إذا ذهبت إلى سير سأتصل بك لذلك دائما يوجد نتيجة بعد هذه الجملة القاعدة الثالثة العرابي عافوا جميت تشكهدا سيصل تقريبا في وقت معين جميت تشكه القاعدة الثالية اريوغو أنوي أن والقاعدة الثالية يرسل لي الكلمات المذكورة في هذا السؤال المات سوبرماركت أو مارت تنجو الأسبوع الماضي تشمون طلبة يالك هدا يتصل كرد بطبق وسكال لون تشمون هدا يطلب وكونجان مصنع سنقكبودة مما توقعت وموري بعد غدر بالانتقال إلى الأمثلة المذكورة في هذا السؤال الأمثلة أو الأمثلة على القواعد عفوا أتصل بسبب حجز التذكرة الطائرة نعم الحجز موجود أو الحجز مؤكد غدا سأرسل لك بالإيميل أو بالبريد الإلكتروني التذكرة لذلك سأرسلها لذلك تأكد منها وتأكد من هذا الشيء عادة هذه القاعدة هذه القاعدة عادة نستخدمها بمعنى أنني سأفعل شيء ولذلك أنت يجب أن تفعل شيء آخر القاعدة أو المثال الثالي هنكوغوري كومبو هاقو إنندي سنقك بودا معني أوريومنايو أنا أدرس اللغة الكورية الآن ولكنها أصعب مما توقعت الجملة التالية نيل هالمونيغا جيجو دويسو أمنيدا ووهو تاسو الشيط جمي تتشك همنيدا تتشك هالكومنيدا غدا ستأتي جدتي من جزيرة جيجو وستصل تقريبا في الساعة الخامسة تقريبا جماري سو الكاريوغو هنندي أوريما النالقايو أنويا أذهب إلى سيول في الإجازة هل لن التقينا؟ هذا إذن بالنسبة للأمثلة وبالعودة للسؤال لدينا تسعة وعشرين وثلاثين أولا تسعة وعشرين إيجيب كوبون لماذا اتصل الرجل بالمرأة؟ كرسل كاكي بونيريوغو لأنه يريد أن يرسل الطبق إلى المحل وهذا خطأ طبعا لأن الموظف أصلا يعمل في المحل إثنان كونجانج كرسل كومونهاريوغو لأنه يريد أن يطلب من المصنع هذا الطبق وهذه الإجابة خطأ أيضا كرسل أجيك بونيدي متاسا لأنه لم يرسل أجيك متتا أجيك تي أنتا لأنه لم يفعل شيء بعد هذه الإجابة صحيحة لأنه يريد أن يغير لون الطبق الذي طلبه وهذه الإجابة أيضا خطأ لأن الرجل أصلا لم يطلب الرجل يعمل في المارت إذن الإجابة صحيحة هي رقم ثلاثة لأن الطبق الذي طلبته المرأة لم يصل بعد إذن كرسل أجيك بونيدي متاسا لم يرسله بعد الإجابة الصحيحة ثلاثة تونغ داب ثلاثة ننتقل الآن إلى رقم ثلاثين سامشبون سامشبون لدينا جملة ويجب أن نختار الجملة الصحيحة من هذا الموضوع واحد يوجد أن نمجا يجي كرسل بونيسميدا المرأة أرسلت الطبق للرجل وهذا خطأ لأنها هي من طلبته المرأة طلبت الطبق الأسبوع الماضي وهذه الجملة صحيحة ستذهب المرأة إلى المحل وتشتري الطبق مباشرة خطأ أيضا تستطيع أن تحصل المرأة على الطبق غدا وهذا خطأ لأن الرجل قال ستحصل عليه بعد غدا إذن الإجابة الصحيحة هي رقم إثنان ننتقل الآن إلى القراءة القراءة أولا رقم سبعة وخمسين وثمانية وخمسين لدينا أربع جمل وهذه الجمل يجب أن نرتبها الترتيب الصحيح ولذلك من المهم جدا أن نعرف كيف يجب أن تبدأ الجملة باللغة الكورية أولا كرون دي ولكن وطبعا لن تبدأ أي جملة أو أي نص لن يبدأ ب ولكن ثانيا مع أصدقائي ذهبت مثلا مع أصدقائي مع ثلاثة الحمد لله أو لحسن الحظ أنني وجدت شيئا أو لأنني فعلت كذا أصدقائي الحمد لله الكلمة التالية واحد كونهان مطار اثنان محفظة يروبوري دا أضاعة يوهين رحلة تاهيني دا الحمد لله تاتا يجدو أنيوان موظف الإرشادات بانسون إعلان و تاجاجده يجدو لي تاتا وجدا تاجاجدا يجدو لي الانتقال للأمثلة المذكورة التي سنعطيكم إياها على هذا السؤال أو القواعد المذكورة فيه واحد ذهبت لأقابل صديقي في سيول ولكن صديقي لم يأتي إثنان ذهبت مع أصدقائي لجزيرة نامي ثلاثة هانغوغي سانن عرب تينغوغي سسوطا هيني دا الحمد لله لأنني لدي صديق عربي يعيش في كوريا طيب إذن هذا بالنسبة للأمثلة على السؤال ننتقل الآن إلى حل السؤال أو كيف نفسر الجمل الآن كل جملة سنقرأها وسنقرأ ترجمتها باللغة العربية لنعرف منطقيا هل هي ستكون الجملة الأولى أو لا واحد الجملة الأولى ولكن أضعت محفظتي في المطار بالطبع لن تبدأ أي جملة أو أي موضوع بي ولكن إثنان ذهبت مع أصدقائي الأسبوع الماضي في رحلة ممكن أن تكون بداية جملة بداية النص الحمد لله أنني وجدت محفظتي من جديد وهذه الجملة طبعاً لن يبدأ بها موضوع في ذلك الوقت قام الموظف بالإعلان واستطعت إيجاد المحفظة وأيضاً لن تبدأ أي جملة أو أي موضوع بهذه الجملة إذن هذه ترجمة الجملة وبالعودة للسؤال الترتيب الصحيح أو المنتقي لهذه الجملة هو رقم إثنان إذن الإجاب الصحيح هي رقم إثنان الآن ننتقل إلى رقم 58 من القراءة 58번 نفس الشيء سنرتب الجملة المذكورة في السؤال نقرأها أولاً 그래서 조금 비싸지만 더 인기가 많습니다 요즘 마트에 특별한 색의 토마토들이 많습니다 그 중에서 특히 노란색 토마토가 인기가 있습니다 ننتقل إلى قواعد هذا السؤال أولاً لدينا قاعدة كثير ثانياً بوتون اسم بودا طو مشهور مثلاً أو صفة مثلاً نوران توماتونين بوتون توماتوبودا ما شيت هو تمنيداً مقارنة الطماطم الصفراء مقارنة بالطماطم العادية أكثر حلاوة طعمها أحلى مقارنة سندرس عليها مثال بعد قليل أما بالنسبة للكلمات إنكي شعبية تكبرادة خاصة كجونية من بينها تكي خاصة نورانتك أصفر بوتون عادي طالدة حلوة ننتقل إلى الأمثلة يوزم يبن هندوبون كيس هذه الأيام يوجد محفظة أو كيس جميلة للموبايل كثيرة يبن شيكات يبن شيكات يبن شيكات يبن شيكات يوجد ساعات جميلة كثيرة ولكن من بين هذه الساعات الجميلة الكثيرة أجمل ساعات هي الساعة المعدنية ثلاثة يوزم هانكوكومشيك بودا يانشيكي إنكي ما نايو هذه الأيام الطعام الأوروبي أو الأجنبي أكثر شهرة من الطعام الكوري هانكوكومشيك بودا يانشيكي إنكيقامانتا مشهور أو له شعبية المثال الأخير نورانسك سوباقن بوتون سوباك بودا طوما شيصايا البطيخ الأصفر طعمه ألذ من البطيخ العادي البطيخ الأحمر الذي نأكله عادة هذا بالنسبة للجمال والآن سننتقل إلى حل السؤال أو تفسير الجمال الجملة الأولى لذلك هي غالية قليلا ولكن مشهورة كثيرا أو ذات شعبية كثيرة وطبعا لن تبدأ أي جملة أو أي موضوع لذلك إثنان يوجد الكثير من الطماطم المميزة في الماركت هذه الأيام ممكن تكون بداية موضوع ثلاثة كثيرا من بينها خاصة الطماطم الصفراء أو ذات اللون الأصفر هي أكثر شهرة الجملة التالية الطماطم الصفراء طعمها أحلى من الطماطم العادية إذن لدينا أربع جمل هنا والمنطق في بداية هذه الجمل أن تكون كالتالي الترتيب رقم إثنان الإجابة هي رقم إثنان أولا نا تا را قا نقرأ الجمل يسأل 요즘 ما트에 특별한 색의 토마토들이 많습니다 그 중에서 특히 노란색 토마토가 인기가 많습니다 노란색 토마토는 보통 토마토보다 맛이 더답니다 그래서 조금 비싸지만 더 인기가 많습니다 إذن لدينا جابة سحيح يرقم إثنان ننتقل الآن الراقم 9 و 50 من القراءة 59번 نقرأ الناس التالي ننتقل الآن قبل أن نقرأ سؤال 59 و 60 سننتقل إلى قواعد هذا السؤال بالنسبة للقواعد المذكورة في هذا السؤال خلال القيام بشيء معين لدينا شيء وشيء آخر أقوم بهم معا نستخدم قاعدة هاميونسو ثانياً تغيرت شيء مثلاً حياتي أو تغير الوقت تغير الشكل هذه القاعدة مهمة وضرورية وأنا سندرسها اليوم أيضاً وأخيراً بوداته أيضاً صيغة المقارنة مقارنة بهذا أكثر من الكلمات المذكورة في هذا السؤال بالانتقال إلى الأمثلة أعلمت كثيراً يعني أصبحت أعلم كثيراً أثناء تنقل أو سفري خلال سفري أو تنقل هنغوغور كنبوهن داومي ته إنساني تلاجو سميدا تغيرت حياتي كثيراً بعد أن درست اللغة الكورية وهذه الجملة جملة واقعية بالنسبة لي وريد أن أذهب في رحلة وريد أن أسافر مع أسرتي أثناء العيش في خارج بلدي أو في بلد أجنبي أصبحت أعرف قيمة الأسرة وهذه الجملة أيضاً صحيحة بالنسبة لي ذهبت إلى كوريا وبعد أن ذهبت إلى كوريا أصبح لدي أصدقاء أجانب بالنسبة للترجمة العربية لهذا النص أولاً أبي وأمي يعملان ولذلك تكثر الأيام التي أبقى فيها في البيت بمفردي أمضي الوقت عالة عندما أكون بمفردي بلعب الألعاب توجد أيام عندما أجلس فيها أمام الكمبيوتر ألعب فقط ولا أأكل الطعام لكن بعد أن اشترت لي أمي جرواً تغيرت حياتي ألعب مع الجروا ونتمشى سوياً ونمضي الوقت معاً أصبح لدي صديق أفضل من اللعب بالعودة للسؤال سؤال رقم 59 يجب أن نضع الجملة التالية في مكانها الصحيح الجملة هي ترجمة هذه الجملة توجد أيام عندما أجلس فيها أمام الكمبيوتر إذا جلست أمام الكمبيوتر ألعب فقط ولا أأكل الطعام إذن أين يجب أن تدخل هذه الجملة في النص الموجود أمامنا يجب أن نضع هذه الجملة في مكان نين لأن الحديث عن الكمبيوتر أو عن اللعب كان في الجملة الثانية وهي أمضيت الوقت باللعب عندما أكون بمفردي بعدها من المنطق أن يقول إذا جلست أمام الكمبيوتر ألعب فقط ولا أأكل حتى إذن الإجابة الصحيحة هي إثنان رقم 60 يجب أن نختار الجملة المناسبة للحوار الذي قرأناه أمي تحب اللعب وهذا خطأ لم يذكر في النص أتمشى مع أمي هذه الأيام هذه الجملة أيضا خطأ لأنه يتمشى مع الكلب أمي عندها وقت كثير تكون فيه في البيت وهذا خطأ لأنها تعمل الوقت الذي أمضيه مع الجرو أو الكلب وقت ممتع بالنسبة لي وهذه هي الإجابة الصحيحة إذن تونغ داب هي رقم 4 هكذا نكون درسنا كل شيء لهذا اليوم بالنسبة للإستماع والقراءة سألخص لكم الآن ما الذي درسناه في محادرة اليوم أولا بالنسبة للإستماع درسنا في الإستماع كيف نتعرف على موضوع النص ونختار موضوع النص مما سمعنا وثانيا تعرفنا على صيغة مهمة باللغة الكورية وهي صيغة المقارنة والتفضيل والاختلاف مثلا ثانيا تعرفنا أيضا على مصطلح آخر وهو ثانيا استخدمنا صيغة استطاعة القيام بمهارة معينة وهي وثالثا تعلمنا كيفية استخدام الهاتف للتأكد من المشتريات أو شيء اشتريته عبر الإنترنت بكلمات خاصة مثل هذا بالنسبة للإستماع أما بالنسبة للقراءة فدرسنا اليوم إمكانية وضع الجملة في المكان المناسب لها منطقيا وثانيا درسنا تعبير تغيرة حياتي بعد هو إنساني تلاجسيو وأيضا درسنا مصطلح لحسن الحظ أو الحمد لله تاهيني أو تاهينييو وأخيرا درسنا مصطلح أو قاعدة أصبح وهي كاكيديدا أو كاكيديدا الكلمات الرئيسية التي قرأناها اليوم في القراءة كلمة تكبرادا خاص وكلمة تكي خاصة مطار كومهان وتاهيني لحسن الحظ يرابوردا أضاعة تاتة بحث تحجاجودا بحث لي أو وجد لي ساودا يشتري ويحضر شيء معين إنكي إنكي قامنت مشهور أو له شعبية كثيرة كاناجي جارون وكيشيدا الصيغة الاحترامية لإتا يوجد إذن هذا كل شيء بالنسبة لنا اليوم في محاضرة التوبيك أتمنى لكم كل التوفيق والسعادة شكرا جزيلا ومع السلامة